انتوا سمعتوا كلمة الرئيس تعالوا هنعد نقول التفريغ بتاعها وإحنا بنعلق على كلمات الرئيس التي أراها كانت تقريرا يعني الرئيس كان يعطي جملا تقريرية الرئيس قرر في جملةه قال إن أطفال فلسطين الذين قتلوا في غزة ستظل حقوقهم سيفا مصلطا على ضمير الإنساني شوف هنا الجملة دي وهي جملة تقريرية بامتياز ده يعني أولا بطبيعة الحال رئيس جمهورية مصر العربية حامل الملف بتاع هذه القضية المركزية ألا وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة الرئيس يقرر على مسئولية التحمل الكامل للمجتمع الدولي لمسئولياته تجاه ما حدث لأطفال فلسطين هذا القتل لأطفال فلسطين ستظل سيفا مصلطا طيب على مين؟ على المجتمع الدولي على الضمير الإنساني ليه؟ الرئيس هنا بيقولك إنه الضمير الإنساني يقف أمام هذه المأساة اللي حصل على الأراضي الفلسطينية موقف سلبي صامت لا يتحرك ليه؟ لا يتحرك لأنه ما بيقومش بأي خطوة فعلية واقعية تخلي إنه نمنع المزيد من المجازر ولو اتجاه الأطفال بس أنت عارف وكلنا شايفين أنه الاحتلال الصهيوني بيقتل الأطفال والرجال والنساء والعجائز والمرضى بيقتل الدكاترة والممرضين بيقتل ممثلين المنظمات الإغاثية يعني ده ما يقوم بالاحتلال الرئيس عمد إلى تقرير ما يتعلق بالأطفال بالتحديد لأنه الرئيس شايف يعي يعلم ما يجري في العالم حول قتل الأطفال الفلسطيني قتل الأطفال الفلسطيني على إيد الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ويكاد يكون من وجهة نظر بقى المتحدث هنا اللي هو المزيع ويكاد يكون ممنهج هتقول لي ممنهج إلى أي حد هقولك إسرائيل عايزة تقتل المستقبل الفلسطيني تقتل المستقبل الفلسطيني المستقبل أي بلد فين في الأطفال الصغيرين طب لو قتلنا الأطفال إيه اللي هيحصل إيه اللي هيحصل إنه أنت بتقضي على كل الجيل اللي جاي حتى يستمر في المقاومة والمطالبة بحقه التاريخي الإنساني السياسي القانوني في هذه الدولة حق العودة من جهة حق الأراضي حق التملك حق وجود دولته على الحدود زي ما قال فخمة الرئيس حل الدولتين واللي مبنية على ما قبل 4 يونيو 1967 بالقس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فإسرائيل بترهن على إيه على قتل الأطفال مش على المقاومة إسرائيل مش معنية بقصة المقاومة ده ده الشعار اللي بيتقال أصل حماس أصل حماس أصل حماس لا إسرائيل عايزة تقتل الأطفال بتتعمد قتل الأطفال عشان تقتل مستقبل هذا الشعب فيبقى في الآخر خالص شعب بدون أطفال يعني شعب بلا مستقبل يعني في النهاية خالص الأعمار بتاعت ربنا مش حد مخلط في الدنيا فالله هيحصل إنه الأجيال بتاعت الأباء والأمهات هيجي عليها وقت وشكرا بايبال خلاص كله بيقابل وجه رب كريم طب هو فين الأطفال راح ده العزاء إسرائيل إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها زي قال الرئيس بشأن وقف إطلاق النقل وقتمضي قدمان في عملياتها للمجتمع الدولي طالب الاحتلال الإسرائيلي عشرات المرات بوقف إطلاق النار المجتمع الدولي طالب الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياته تجاه المأساة الإنسانية اللي حصلها الرئيس قرر في جملة من الجمل اللي حضرتك سمعتها متعلقة بإيه كانت هذا تقرير في أنه إسرائيل عمدت إلى السيطرة على معبر رفح بين قوسين الفلسطيني لإحكام الحصار على الفلسطينيين في القطاع فالرئيس بمنطوقه أي الأدام العالم احنا بنتكلم على القمة العربية التي بالتأكيد يتابعها العالم وكل متخذي القرار الدولي أنه أنا بقول لكم إسرائيل احتلت وسيطرت على هذا المعبر من الجانب الفلسطيني المعبر الفلسطيني من هذا الجانب لإحكام السيطرة والعالم لا زال يقف متفرجا لحد اللحظة اللي أنا وأنت بنتكلم فيها لهذه الأسباب أنا بقول لك الرئيس اتكلم هي الكلمة الأقوى في هذه القمة الأكثر فاعلية في هذه القمة لأنها كانت كلمة واضحة مباشرة يجي الإسرائيليون طول الوقت خلي بالك بيعمل يحاول يعمل طول الوقت صرف انتباه وتشتيت أنظار ويخلق بلبلة فييجي الإسرائيلي ويقول لك على فكرة مصر تراجعت عن أنها تنضم لجنوب إفريقيا في الدعوة بتاعتها أمام محكمة العدل الدولي ما حصلش كذب بالعكس ده احنا أكدنا الانضمام احنا إيه أكدنا الانضمام أكاد أقول لك أنه مصر عايزة دول كتير تبدأ تنضم لهذه الدعوة الجنوب إفريقية أمام محكمة العدل بشأن مسألة الإبادة اللي بتعملها إسرائيل مصر بتقود لوبي دولي في مواجهة إسرائيل أنا بقول لك مصر بتقود لوبي دولي في مواجهة إسرائيل في هذه الحرب رئيس اتكلم على أن الحلول الأمنية والعسكرية عمرها ما تؤدي إلى نتيجة ولن تصل بنا إلى حل دائم تحت أي ظرف مسألة الذهاب طول الوقت المعارك صفرية مش هيعمل حاجة الحل الرئيسي هو أن احنا نقعد على الترابيزة يعني نقف دار بنار ونقعد على الترابيزة دي أهم حاجة مصر بتجري وبتزق عليها بتزق عليها مين بتزق عليها المجموعة العربية بالتأكيد بالكامل بتزق عليها المجتمع الدولي بالكامل وتفضح إسرائيل أمام العالم وتفضح المجتمع الدولي أمام نفسه لأنه الضمير بتاع المجتمع الدولي غايب سيب الأطفال بيتقتلوا عيانا بيانا جهارا نهارا وسكت ومحدش وقع أي عقوبة على دولة الاحتلال ترجمة نانسي قنقر